النمسا تؤكد أن حظرة رحيل اللاجئين السوريين مستمر حتى تحقيق الاستقرار في بلادهم صندوق الاندماج النمساوي ينظم معرضاً اسبوعياً للعمل الخاص باللاجئين الشرطة تطلق النار على نمساوي هاجم موظفة مكتب العمل بسكين استطلاع رأي يشير إلى أن التضخم الحقيقي في النمسا يبلغ 19.5% النمسا تعزز جهود الأمن السبراني والتهديدات الإلكترونية انخفاض أعمار المتأثرين بفكر داعش مع تصاعد تأثير منصة تيك توك مشاهدين الكرام من النمسا ميضة نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم أكدت وزارة الداخلية النمساوية عدم رفع حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلا في حال تحقق استقراراً سياسي دائم في بلادهم وتستمر الداخلية في حظر عمليات الترحيل إلى سوريا وتربط فك الحظر بتحصن الوضع السياسي في سوريا فيما يتم ترحيل جزء من السوريين طالب اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي وأكدت الداخلية أن نسبة قبول طلبات اللجوء من السوريين في النمسا تبلغ 62% فيما طالب حزب الحرية باستئناف عمليات الترحيل وأصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي ينظم صندوق الاندماج النمساوي معرضاً إسبوعياً للوظائب بمشاركة الشركات واللاجئين الباحثين عن عمل في يوليو المقبل وحضر أكثر من 3000 مهاجر ولاجئ في فيينا للبحث عن فرص عمل بعد إكمال دورات تدريبية وتقدم الشركات معلومات حول فرص العمل لأولئك الذين لديهم معرفة محدودة باللغة الألمانية ويوفر المعرض مقابلات عمل فورية وتم توفير مترجمين لمساعدة الباحثين عن العمل ويشكل اللاجئين القادمين من سوريا وأفغانستان وأوكرانيا غالبية الزوار هاجم نمساوي موظفة في مكتب العمل في تيرول بسكين لأسباب ما زالت مجهولة وأصاب شرطي في يده قبل أن يتم إطلاق النار عليه تفاصيل الحادث لا تزال غير واضحة والتحقيقات جارية لمعرفة الدوافع وكيفية هروب الموظفة منه ولم يصب أي من الموظف مكتب العمل وتم تطبيق إجراءات أمنية خاصة للتعامل مع الحادثة فيما تم إغلاق المكتب اليوم وغدا وقد تم نقل كل من الشرطي والمهاجم إلى المستشفى لتلقي العلاج وهم في حالة مستقرة بيّن استطلاع رأيي في النمسا أن نسبة التضخم الحقيقية في النمسا هي 19.5% في الربع الثاني للعام متجاوزة ألبانيا وسوسرة وتشير التحليلات إلى أن الفروق في معدلات التضخم يعود إلى تفاوت سلال التسوق واستثمارات السياحة العالية الجودة ويؤثر التضخم المتوقع على سلوك المستهلكين ويؤدي إلى تغيير أنماط الشراء خاصة في المنتجات الأساسية مثل الطعام والمشروبات والوقود أكد وزير الداخلية النمساوي أن الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية تشكل تهديدا حقيقيا وتتم مواجهتها بخطط فاعلة وأشار إلى أهمية الأمن السبراني وتحدياته المتزايدة للمؤسسات والشركات وأن ضمان الأمن السبراني مسئولية مركزية للدولة والمجتمعين الوطني والدولي وشدد على ضرورة التواصل بين سلطات التحقيق وخبراء الداخلية والصناعة وتشكل الجرامة الإلكترونية بمختلف أشكالها تحديا للأمن بما في ذلك التزييف العميق والتجسس الصناعي والإحتيال والكراهية عبر الإنترنت قال بيتر نويمان العامل في جامعة لندن الملكية أن عمر المتشددين في أوروبا قد انخفض ليكون ما بين 14 و19 عاما ولاحظ خبير دراسات التطرف تنوعا في الأعمار وتغيرا في أسليب التجنيد عبر الإنترنت بما في ذلك استخدام منصة تيك توك ويواجه الأمن النمساوي صعوبات في التصدي لهذه الظاهرة حيث تم اعتقال شبان مشتبه بهما تأثروا بالتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكشف تقرير إيربول عن وجود ما يصل إلى خمسين متشدد في مدينة فينة تراقبهم السلطات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم أمسيا سعيدة كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة